اشتركوا في القناة تحريصة على توفير أفضل أشكال الخدمات النوعية وتهيئة كافة الظروف التي تمكنهم من الخراط في المجتمع بصورة فعالة مشيرا إلى أن البحرين تعمل بجميع أجهزتها ومؤسساتها وهيئاتها على تقديم أنموذج يحتذى به في الرعاية الصحية والاجتماعية خاصة في مجال العناية بحياة وسلامة ودمج ذوي الإعاقة بشكل عام وذوي اضطراب طيف التوحد بشكل خاص مضحا أن الوزارة تعمل على دعم المراكز التهيلية الأهلية العاملة في مجال الإعاقة والمعنية بتقديم خدمات خاصة لحالات اضطراب طيف التوحد والتي يستفيد منها نحو ثلاثمائة طالب من هذه الفئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر